لم يتركوا شارعا في هذه المدينة أو تلك إلا ومروا من خلاله هنا اعتصموا هنا صلوا هنا وقفوا وهنا هتفوا خرجوا من واقع معيشتهم الضنكة كسرين قيودا ضربت على حريتهم يسقطوا نظاما ظل جاثما على صنورهم طيلة ثلاثة عقود الطلاب والشباب الرجال والنساء وحتى أبناء القبائل المعروف عنهم أن الأسلحة لا تفارق أكتافهم تركوها في منازلهم وتبندقوا بالأشعار والشعارات وجهوا رصاصات العساكر بهتافات شعر وهزوا عرش الطاغية بأغنية وقافية الساحات التي اتسعت لكل فئات المجتمع الفلاحين والطلبة والعمال والمحامين والأطباء والشرفاء من أبناء الجيش اتسعت أيضا للشعراء والفنانين فلم تكن الثورة مجرد تجربة عابرة بالنسبة لهم بل كانت القضية والملهمة فكتب الشعراء قصائدهم على صفحاتها وعزف الفنانون أنغامهم على أوتارها وزين الرسامون بألوانهم جدرانها الثوار الذين ملأوا هذه الساحات أيضا ما زالت هتافاتهم في شوارع المدينة رغم مرور سبع سنوات على إطلاقها عالقة في ذاكرة الأماكن وما زالت الأغاني والقصائد الثورية التي اقتاتت أرواحهم عليها حية تتردد في أعماقهم بين الحين والآخر رغم وفاة بعض كاتبيها كالشاعر نائف الجماعي الذي اختار الكفاح المسلح سبيلا له بعد أن قهروا كلماته لينال الشهادة وهو يدافع عن ثورته وأرضه مدعوون لأن نكون في مقدمة الجبهات هذه حربنا كما ما زالت أغنية ثورة ثورة يا شعوب الحرة حرة تحلق في ذاكرة الثوار رغم بقاء مغنيها الفنان صالح المزلم في المعتقل حتى الآن كان الثوار بعد كل مسيرة تلف شوارع المدينة يعودون إلى الساحة وأمام منصتها يطربون مسامعهم بالقصائد الثورية التي يكتبها الشعراء والأغاني التي يرددها فنانون أنا معتزمين في كل مكان مهما يحصل مهما يكون معتزمين معتزمين ليخرجوا في اليوم التالي وقد جددت القصائد والأغاني الثورية عزمهم ومنحتهم أملاً أن لا يتوقفوا إلا وقد أسقطوا النظام